معاناة إنسانية لم يشهدها الصراع السوري من قبل بهذه العبارة التي تغص بالكثير من الدماء والألم حذرت الأمم المتحدة المجتمع الدولية من تداعيات تصاعد القتال في مناطق شمال غربي سوريا المنظمة الدولية وعلى لسان فرحان حق المتحدث باسم أمينها العام أعربت عن قلقها العميق إزاء ورود تقارير تفيد بوقوع أعمال عدائية وتشريد مدنيين وقصف في ريف حلب وإدلب وحمى المسؤول الأممي قال إن المنظمة وردتها تقارير تفيد بوقوع اشتباكات بين قوات النظام السوري وجماعات مسلحة أسفرت عن العديد من الإصابات في صفوف المدنيين كما تسببت في تشريد المدنيين نتيجة القتال في ريف حلب الجنوبي وقصف بالهاونات في شمالها وفي شرقي محافظة إدلب ومحافظة حمى موضحا أن الاشتباكات شملت أماكن يرجح أنها تقع ضمن المنطقة من زوعة السلاح أو بالقرب منها كذلك بيّن المسؤول في المنظمة الدولية أن ثلاثة ملايين امرأة وطفل ورجل في محافظة إدلب والمناطق المحيطة بها معرضون للخطر في حال تصاعد القتال مؤكدا على ضرورة تفادي التصعيد الكامل للأعمال القتالية الذي سيؤدي إلى معاناة إنسانية على نطاق لم يشهده الصراع في سوريا من قبل وتستهدف قوات النظام السوري والميليشيات المدعومة من إيران منذ أيام المناطق السكنية في أرياف حلبة وإدلبة وحماتة واللاذقية بالرغم من التحذيرات من تفاقم معاناة المدنيين ومن وقوعها ضمن المنطقة من زوعة السلاح ومناطق الهدنة الروسية التركية حيث قصفت قوات النظام وميليشياته أماكن في محيط قرية سكيك بريف إدلبة جنوبي وأماكن أخرى استهدفتها بالرشاشات الثقيلة في محيط بلدة اللطامنة وقريتين لحايا والصخر الواقعة ضمن المنطقة من زوعة السلاح في ريف حماتة الشمالي كذلك استهدفت قوات النظام بالقذائف مناطق الليرمون والراشدين بضواحي حلبة الشمالية الغربية والغربية ترجمة نانسي قنقر